أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممرا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض كطعم متجاورات وجنات من عناب وجنات من عناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يحكلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمكدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشيء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكات من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا الماء ليبلغ غفاه وما ليبلغ غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَضِّ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالْأَضِّ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالٌ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ سُبْحَنَ اللَّهُ لَحَمِنُّلاً وَلَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ أَكْبَرًا وَلَا حَوْنَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَعَلِي وَالَهِ مِلْهِ سَادَكَ اللَّهُ الْعَزِيمُ شكرا